بعد حرمانها من السكن الاجتماعي طيلة العشرية الماضية بلدية سيديموسا جنوب العاصمة تستفيد من حصة سكنية اجتماعية بفضل جهود المجلس الشعبي البلدي القائمة هذه عملنا عليها منذ حوالي سنة منذ أنه سيد وليولية الجزائر أعلن حصص لمختلف البلدية العاصمة وبلدية سيديموسا حصلت على هذه الحصة وهي 80 مسكن عدد طلابات التي كانت موجودة عندنا تفوق بقليل 3000 طلب لما تمت الغربة لانتحة لقينا 2220 طالب يعني اللي صحيح من 2220 ملف لقينا نفسنا في حدود 668 ملف اللي هو عنده الحق في الحصول على السكن الاجتماعي بلدية سيديموسا منذ 2001 ما تحصلت على حتى برنامج سكني ما عاد حصة 50 مسكن كانت في سنة 2007 السلطات العمومية وعدتنا وإن شاء الله ماشيين حتى أنه في الإعلان اللي يمضى السيد الولي منتدب يقول بأنه رح تكون كين حيثة قادمة المقصيون من قائمة الثمانين مسكنا يطالبون ولاية الجزائر منح البلدية حصة إضافية البلدية تقدر تقول خدمة خدمتها وكين الناس ليستهلوا وديها بساعة البلدية تأسيديموسا ما تستحق شغير 80 سكن بالمقابل يعبر مستفيدون عن سعادتهم بعد طول انتظار بلدية سيدموسا التي عانت ويلة الإرهاب وحرمت لسنوات من السكن الاجتماعي يتفاء المواطنوها اليوم بالحصة السكنية الجديدة وكلهم آمال في منحهم حسسا أخرى في المستقبل القريب موسيقى